عبد الله تبسمك في وجه أخيك صدقة صدقة يستيعها كل صغير وكبير وغني وفقير لا تتطلب منك سوى تحريك شفتيك إنك لن تسعى الناس بمالك لكن يسعهم منك بسط وجهك وحسن خلقك أخي إن البر شيء هين وجه طليق وخطاب لين لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو بوجه طليق ذكر أن معلما في مدرسته وفي آخر الفسحة سكب له كاس شاي حار ودق الجرس وكان عليه أن يتجه لفصله فالإدارة صارمة شديدة فتبسم في وجه خادم فلبيني نصراني يخدم في المدرسة وأعطاه الكاس ومضال فصله وفي اليوم الثاني جاء الخادم الفلبيني إلى ذلك المعلم وقال له خدمت في هذه المدرسة سنتين ما ابتسم أحد في وجهي وما قدم أحد لي شيئا مع أني أحمل شهادة الماجستير في العلوم والحاجة هي التي ألجأتني إلى الخدمة في هذه المدرسة ثم كان بالأمس منك ما كان فلماذا فعلت معي ما فعلت فقال المعلم في حرج واستحياء هذه أخلاق الإسلام ثم دعاه بعدها إلى بيته يوم جمعة وأكرمه ثم كرر الدعوة مرات وأكرمه فأعلن إسلامه ثم أقنع عشرين من بني جلدته بالإسلام فأسلموا بالبسمات السامية يهذاقوا الثمار جنية وردوا المناهل صافية فيا عبد الله لا تكن مرا ولا تجعل حياة الغير مرة وتهلل وتبسم فلفت العابس صخرة أيها العابس لن تعطى على التقطيب أجره والكيس من دان نفسه ولم يحقر من المعروف أدنى بسمه وأدرك معنى قول الله سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرح إن ربنا لغفور شكور